وعشان تعرفوا ان السيسي كداب كدب القبل وان التريليونات والمليارات اللي هو اكلم عنهم اللي بيقولوا صرفهم على البنية التحتية كلها فانكوش تعالوا شوفوا بنفسكم موقع خريطة مشروعات مصر ازاي تم تجديد النفق ده في 2015 وتعملوا شبكة بلعات جديدة لتصريف الانطار تصراج ادي الاعلان اهو اهو المسؤول عبدالفتاح السيسي خريطة مشروعات مصر تطوير وتجديد نفق شبرة تكلفة المشروع مليون وخمسمائة الف جنيه التصنيف طرق كباري المساحة خمسمائة متر طولي تاريخ التنفيذ ديسمبر 2015 ادي اهو بيوردك على الخريطة وبيقولك تطوير وتجديد نفقة شبرة بتكلفة مليون ونص لتحقيق السيولة المرورية امام حركة السيارات الى اخير يعني وبعدين عملوا ايه بقى في التجديد والتي تسبب فيها بأسليب عملية حديثة زي حقن باطن النفق والارضيات والجدران لمنع تسرب وتراكم المياه نهائيا داخل النفق بالاضافة الى تأسيس شبكة تصريب حديثة لبلعات الامطار مليون ونص اتصرفوا عشان يعملوا الحاجات دي امبارح النفق تغرق مياه وديك شفت الفيديو لانه شغل تهليب شغل شاقلب انت شو يجري اقلب شغل حاج سعيد تاخد كبري ايديشنا هو الشغل كده هم عسكر الجيش كده حاج سعيد تاخد الكبري وتاخد مليار و25% شغل تهليب هو ده شغل السيسي ورجالته متعقنين عليه في تنفيذ اي مشروع لازم تكون النتيجة دي مع اول اختبار للكبري او للنفق اتفضح وظهر ان كل الكلام بتاع الانجازات فانكوش ولا له 30 لازمة واللي حصل في نفق شبرة حصل برضو مبارح في مدينة المنصورة اللي في واحد من اهم شوارع على سمشترح قناة السويس غرق في شبر مياه هو كمان رغم انهم صرفين عليه من اسابيع 31 مليون جنيه ادي النتيجة قدامكم ادي شارع قناة السويس و ادي النتيجة قدامكم دي النتيجة يا حضرات لشارع اتكلف 31 مليون جنيه تطويره النتيجة ايه بقى انه غرق في شبر مياه انه فيش بلعات بص الناس الناس بتتعامل مع نفسها بص انت مصريين دول مشي معاهم ستر ستر والله بيقولت العين عليها حارس والحاجات دي لانه ازاي الناس تنجوا في الحكاية دي مش مهم ستر ربنا بس ازاي العربات دي ماشي كده ستر ربنا ازاي الناس بتعدي الشوارع ستر ربنا ادي بوستات من المواطنين من المنصورة بيسألوا فين البلعات وفين المدينة انت صرفتها على تطوير الشارع وهو لسه متسلم من اسابيع نشوف بها اهو في مدينة المنصورة مدينة الاكشاك حاليا جزيرة الورد سابقا عمل المطبط اول امس حجزت مياه المطر اليوم حدي صحي المحافظ ورئيس حي شارع يقول لهم المنصورة غير ات وشارع قناة السويسي اللي لسه مصروف عليه 31 مليون جنيه غير اين بلعات تصريف المياه؟ جاتكم ستين واكسا بس بالراحة عم المنصورة بعد اول ساعة مطر شارع قناة السويس المنصورة تكلف 31 مليون جنيه وتم تسليمه قبل اساق فين البلعات المطر يرضي ربنا يعني ده بالتكليفة دي وشتة ربع ساعة يحصل كده ربع ساعة يحصل كده دي المنصورة اهو شارع قناة السويس اكبر شارع المنصورة لا ميول ولا بلعات سليمة ولسه متسفلت من شهر السفلاتة بمصر هي تسويد الشارع فقط ايوة تلاتين ستة عشرين عشرين هتشوفوا مصر دولة جديدة اتنين وعشرين نفس القصر بعد غرق شوارع بمال امطار تعليق الدراسة بمدارس زاوية جدامي اهو في المينيا شكرا للسادي المسؤول وبرضه زي كل سنة ضحايا المطر هما الشعب الغالبان اللي هو معدي كده يتكهرب من عاميد النور العريانة اللي ملهاش نصيب برضه في السبعة تريليون بتاعت السيسي يعني انا مش قدر افهم ازاي تمشي في الشارع تلاقي سلوك العمود طالع كده اهو مصرع الضحية التانية مصرع شاب سعقا بالكهرباء في اوسيم بسبب التقس اتكهرب في تندة محل مصرع شاب سعقا بالكهرباء اثرت سقوط الانطار ها اه الضحية التالتة للتقس السيء وفاة طفل سعقا بالكهرباء في بني سويف طلع مرفق الكهرباء الحقيقة يعني طلع عنده قلبي يعني طلع قلبي ممكن نعمل ايه عشان ما تكهربش بسبب الانطار يعني هنديكو شوط نصيح كده تعملوا ايه عشان ما تكهربوش طب ما تصلحوا انتو العاميد بتاعت النور ما تصلحوا العاميد اللي في الطرق ده كان رد الناس اللي بتقول اثناء سقوط الانطار ارشادات مرفق الكهرباء لتجنب التعرض للخطر شكرا مرفق الكهرباء انت هجيبلي يا علي ده كلامي علي هتعمل عقلك يا علي من عقل مرفق الكهرباء هاتلي الناس ردت عليهم قالت لهم ايه قالت لهم طب ما تطلعوا انتو ما تطلعوا ما تنزلوا انتو ما تنزلوا اهو يعني ايه ارشادات ما توضح انك فاشل ومش قادر تنفي الصيانة للاعميدة عشان انتو فازدين يعني ايه ارشادات ما ينزلوا في كل انحاء جمهورية وعندهم خراية لكل الشبكة ويعملوا صيانة للكفريهات واعملت الانارة اتحركوا خلي الناس تعيش في امان ده كان تعليقات الناس ده المشهد يا حضرات باختصار السيسي انبارح بيجدب انه صرف سبعة تريليون جنيه على البنية التحتية المصر ادي نتيجة مصر غرقت في ربع ساعة مطر دي نتيجة السيسي بيجدب في كل حاجة واللي بيقول لك ربنا في ظهره ربنا عمال يفضحه عمال يفضحه لدرجة بس بعد ما اتكلم كان المطر نازل مغرق الدنيا نشوف بقى اهو تفرج حضرات السيسي دي دي مصر ادي المناطق اللي اتغرقت فيها المطر المنصورة شارع قناة السويس التجمع الخامس حي النرجس والشارع الرئيسي التجمع الخامس شبرة النفق بتاع شبرة اوسيم مات فيها طفل او طفل او طفل حاجة زي كده المنصورة الشارع قناة السويس اهو الفشت بني سويف متحياتنا للفشن والله انما اهو ادي زوية الجدامي او الجدامي فرج مصرع الشاب سعقا بالكهرباء في النهاية حضرات انا مش بكذبك يا عبد الفتاح انت صرفت سبعة تريليون فعلا قد يكون انت صادق يا عبد الفتاح صرفت سبعة تريليون جنيه لكن مين اللي استفاد من الفلوس دي الاستفاد من الفلوس دي هو الجيش اللي خد المشروعات دي وتلصقها وشفنا الشوارع بتغرق والكوارب تقع والشوارع بتتفتح الجيش اللي السيسي مبارح كان بيقول لما عوز اخلص حاجة بديها للجيش انا برضو كل ده مش بسبعة تريليون العملية فيها سرقة كبيرة في حفرة يا حضرات وقعت فيها كل فلوس مصر الحفرة دي اسمها اسيسي واعلامه طلق انبارح عشان يقولوا ما تكلفتش ولا مالين اقصد الحفرة اللي اسمها العاصمة الادارية عايز تعرف كل المحافظات غريئت ليه والناس ماتت ليه شوف الصورة دي عشان تعرف الفرق وتفهم السبعة تريليون دول راحوا المين ادي الفرق الفرق بين العاصمة والتجمع الخامس ادي العاصمة الادارية ودي التجمع الخامس النهاردة ده الفرق السبعة تريليون رحت في عاصمة الادارية بتاعت السيسي انا ما القاهرة ما شافتش حاجة من السبعة تريليون